بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا حبا وعشقا وشوقا وحنانا لسيدنا رسول الله اللهم أمين يا رب العالمين تكلمت معاكم في الحلقتين اللي فاتوا عن ولادة النور عن ميلاد سيدنا رسول الله وعن بعض الصور المشرقة المشرفة من صفحات حياته صلى الله عليه وسلم من بدء الخليقة إلى يوم ولادته صلى الله عليه وسلم النهاردة هتكلم مع حضرتكم عن الرحمة المهداة عن النعمة المسداة عن سيدنا رسول الله الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة إني لم أبعث لعانا إنما أنا رحمة مهداة والله قال عنه في القرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين سيدنا النبي رحمة أي ورحمة للإنس والجن رحيم بالصغار والكبار بالأطفال بالحيوان بالجماد رحيم صلى الله عليه وسلم بزوجاته رحيم بعجائز المسلمين رحيم بالشيوخ الكبار رحيم بالأطفال الرضع رحيم بالبهائم الرتع صلى الله عليه وسلم ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي إذ يقول وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَوْ أَبُوْ هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَا الرُّحَمَاءُ شوف رحمة سيدنا النبي بالصغار كان عنده الأقرع ابن حابس فوجد سيدنا النبي بيقبل الحسن أو الحسين فأمل أقرع ابن حابس قال لسيدنا النبي يا رسول الله أتقبلون صبيانكم شايف النبي بيقبل طفل صغير فقال له هو أنتو بتقبلوا الصبيان يا رسول الله والأقرع ده جاي من بني تميم من البادية إن لي عشرة من الأولاد عندي عشر أولاد ما قبلت أحدا منهم قط قال له إيه سيدنا النبي قال أَوَ أَمْلِكُ أَنَّزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكِ إذا كانت الرَّحْمَةُ نُزِعَتْ مِنْ قَلْبِكَ إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ سيدنا النبي يقبل الحسن والحسين وكان يصعد المنبر صلى الله عليه وسلم وفي يوم رأى الحسن أو الحسين دخلين المسجد فنزل من على المنبر وحملهما وصعد بهما إلى المنبر وبعدين قال حقا إنما أموالكم وأولادكم فتنة رحمته بالصغار شوفوا لما كانت تدخل عليه السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها أم الحسنين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وكان المصطفى يحنو عليها حنو مودة عطفا ولينا وجاء حديثه يتلى جهارا لقد سادت نساء العالمين تدخل على سيدنا النبي في يوم وقالس مع الصحابة فيقوم النبي لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها عن يمينه ويقول مرحبا بأم أبيها مرحبا بأم أبيها من من يفعل هذا مع ابنته ده بعض الناس لم يقبل ابنته مرة لم يطبطب عليها مرة لم يجبر بخاطرها مرة أقول لك يا سلنا بحب الأولاد ما بحبش البنات لا أكرم المؤنسات الغاليات البنت دي غالية البنت في بيت أبيها تولد ضيفة هتعيش عشرين سنة وتتزوج وتذهب إلى بيت آخر فأحسن إليها لا يحسن إلى ابنته إلا المحب الصادق لسدن النبي صلى الله عليه وسلم